أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين عليكم السلام فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا شرح النفير العام صار على أنه أيها المؤمنون إذا عدكم إمكانية مالية تعالوا ساعدوا الفقراء الذين لا يستطيعون تهيئة العدة لأجل الجهاد هذه الآية نزلت في هذا الموقع الناس على قسمين طبيعة في كل المجتمعات قسم أثرياء وقسم فقراء الأثرياء جابوا فلوس جابوا مواد غذائية لأنه حرب يرحون يرحون إلى تبوك ها يمكن الآية نزلت قبل غزوة التبوك أو بعدها المهم في السنة التاسعة من الهجرة جابوا فلوسهم جابوا إمكاناتهم جابوا فرس جابوا سيوف جابوا دروع لمساعدة الجيش اللي ما عنده يعني هذا قسم من الناس قسم من الآخر موجود في التاريخ عجيب كانوا فقراء ولكن مؤمنون مخلصون أتقياء هذول كانوا خطيع عمال يشتغلون فضاعفوا في الشغل والعمل يعني مثلا هو ثمان ساعة يقدر يشتغل بالليل مقام يشتغل حتى يحصل شوية فلوس أو تمر أو حنطة أو زبيب أو أي شيء فيخلي شوية لعائلته اللي لوحون الجهاد وشوية يجيب إلى النبي صلى الله عليه وآله شوف القسمين فقسم الثرياء جابوا كثير من الأموال والأمتعة وقسم جدا قليل حتى في الرواية اليوم شفت شوية تمر حفنة تمر مثلا كيس تمر شوية حنطة شوية خبز هذا اللي عنده بعد المنافقين لا هم يعطون ولا يخلون أحد ينطي شو يسوون يجون يوقفون عند الجبات ذول اللي يأخذون المؤن يستهزئون بكليهما يعني هم يستهزئون بالفري اللي جاي بفلوس زينة أمتعة زينة وهم يستهزئون بالفقير اللي جاي بحفنة تمر شلون للغني يقولون هذا ده يسوي رياء معا أنه ما يسوي رياء فري ديس ده يسوي خير يقول لا هذا اللي الرياء جايب بسهو ما يجيبها يعيب على هذا يستهزئو به للفقير شو يقولون يقولوا ما يعيب عليك جايب حفنة تمر شنو هذا انت جايب ما يفيد هذا يثبطون عزائم المؤمنين منك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم لتحجوا لتسوي مشكلة في المجتمع المدني لنصير مشاكل داخلية بسكتوا منافقين خل يحجون الجواب وين الجواب عند الله هؤلاء كانوا يعيبون ويستهزئون حتى للأثرياء للأثرياء وحتى للفقراء هذه القضية الآن موجودة نحن نعاصر نفس الأزمة نفس المشكلة كثير من الناس يريدون يسوون خير كم مرة أنا قائل هذا وعندي تجارب فيها يعني مو قضية خبر باصل مني لا شايف يريدون يسوى خير يجي واحد ثاني يمنعه أو يقول له لا لاتسوي يمكن يبقون فلوسك انت شعلي خلي سوي وأكو ناس آخرين إذا قطى شوية يعيب عليه يقول هذا شنو يعني جايب لك كم دينار مثلا مع أنه وأنا دائما أقول للأصدقاء اللي يجون إلى المؤسسة للخيرات أقول القليل والكثير عند الله سواسية المهم النية ما هي النية وراء هذا العطاء إذا كانت النية خالصة ومخلصة ولو يدفع دينار وإذا كانت النية غير خالصة خل يدفع ملايين ما يفيد فمهم النية هذه الآية تشرح هذه الحالة النفاقية المثبتة لعزائم المؤمنين والناس كانوا يباوعون هالأشياء في زمن رسول الله وما يقدرون يحتشون شي ما يقدرون يقاتلهم لأن المنافق ما يقتل ضمن المسلمين معا دورات يصلي دورات ما يصلي يتشهد شعالتين في الظاهر فماكو حار بعد انظر إلى الآية الذين الذين إشارة إلى المنافقين اللي يصنون هذا الشي الذين يلمزون من اللمز ويل لكل همزة لمزة اللمز أن يعيب أحد أحده هذا يسمون اللمز الآن اللمز أنواع مر باللسان يحكي يقول له شن جايب أنت تمر شوية مثلا يحكي مرة بالإشارة مرة وراهم يحكيون مرة يستغيبون مرة يتهمون يعني أنواع اللمز المهم يعيب على الآخرين الذين يلمزون المطوعين المطوعين هو المتطوعين التاء صار الطاء هذه في العلم الصرف نقارين وإنتم محمد من القارين ولاسين إذا إجا التاء وراها الطاء التاء تبدل إلى الطاء ليش لأن إذا تريد يقول المتطوعين إيش هو صعب فالعربية الصرف العربي اللغة العربية يبدل التاء إلى الطاء ويدغم الطاءين يعني يعني يجيب مشددة فالمتطوعين هما المتطوعين من أي كلمة جاي هذا من كلمة الطوع مقرنة طوعا وكرها أو كرها الطوع يعني من كيف جاي ما حدا طالب منه ما حدا مكره ما حدا جاي أنه يقول إلا لازم تضطي ما حدا جاي يسوي مهرجان حتى يسوي رياء لا هو متطوع أو متطوع بطوع إرادته جاي يريد يدفع زكاة أو يدفع صدقه أو يساعد الجيش الإسلامي هذه الآيات في سورة التوبة المنافقون قاعدين يراقبون يلمزون يعني يعيبون المن المطوعين يعني الذين بطوع إرادتهم بحبهم لرسول الله بحبهم للإسلام شي سوون جاي يدفعون زكاة أو جاي يدفعون معونات للجيش من المؤمنين طبيعي دول المؤمنين كانوا وعد في الصدقات العلماء يقولون هذه في الصدقات يمكن إرادة هذه الكلمة للصدقات المستحبة مو في الصدقات الواجبة الصدقات الواجبة لمن سميها صدقة بعض نسميها فروض فريضة من الله كما قرأنا الزكاة أو زكاة الفطر أو الخمس هذا فريضة الصدقات هنا يعني المستحبة وعادة التطوع يأتي في المستحبات ولذلك يستفيدون من مجمل هذه الآية أن الآية في الصدقات المستحبة وإلى الواجب وإلى الواجب مفروض يعطي زكاة مفروض يعطي زكاة الفطرة أو الكفارات اللي عليها هذا للمستحبات وبتطوعه يجي يعطيه يعني ما أحد أجبره في الصدقات يعني ما عدموا فلوس ما عدموا ميكانية مالية ما عدموا رصيد في البنك لا يجدون إلا جهدهم إلا تعبهم يعني يعملون بدال ثمان ساعات ستعش ساعات يشتغل وأكو في قصص تاريخية موجودة في كتب التفاسير أنه يأتي إلى رسول الله جايب له شوية تمر أنا شفت اليوم هاي القصة الأسماء موجودة بعضها يقول يا رسول الله أنا حصلت شوية تمر نص خليت العيالي وأولادي لأن أريد أروح للحرب ونصب جبت لبيت المال هذا الجهد يعني بكل مجهوده راح تعب حتى يساعد الفقراء الآخرين أو يساعد الجيش والذين هذه والذين عطف على من على المطوعين نقرأ مرة ثانية حتى نلتفت الذين يعني المنافقون الذين يلمزون يعيبون يعيبين من المفعول شي يصير المطوعين يعني اللي جايين بتطوع جايبين فلوس زين وأيضا يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم ما عنده غير شي قليل راح مجتهد تعبان على نفسه هل هل كان جايب شوية تمر أو شوية حنطة مثلا للجيش هذا بعد عفيف فقير هو فقير وجايب فلوس شي يساوون فيسخرون منهم يلمزون يعيبون لا ما سخرة استهزاء يساوون استأنواع الاستهزاء مذكورة في الكتب يعني التاريخية إما يعيبونهم في المساجد وإما في مسجد رسول الله إما في وقت عذائهم الزكاة أي شي سخرية سخر الله منهم نتيجة شنو الله يسخر منهم الله قال ما يسخر الله ليس بالجسم يسخر الله منهم يعني نتيجة سخريتهم عذاب الله سبحانه وتعالى كل الصفات البشرية التي تطلق على الله سبحانه وتعالى تؤول تؤول يعني مثلا إذا قلنا سخر الله الله مو جسم حتى يسخر احنا نسخر يعني نضحك نعيب على أحد مثلا لا سمح الله سخر هنا يعني جزاء سخريتهم يعني يعذبهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم في الآخر هم يسخر منهم في الدنيا يعني منبوذين من حضرة المعبود من الإله سبحانه وتعالى ويجب على المؤمنين أن ينبذوهم أيضا خب نحن شنو نستفيد من هذه الآية دائما نقول نستفيد من الآية في عصر الحاضر أيضا المؤمنين لازم يديرون بالهم خاصة المجموعات المؤمنة التي تعمل الخير لن عيب على أحد لا نلمز أحدا لا نعيب أحدا لا نستهز بأحد كثير من الناس يأتون إلينا يأتون جهدهم يعني ما عنده شيء بس مع ذلك يساعد هذا عند الله مبارك لن نقول نساء الله شنو جايب مثلا لا نعيب لأن القليل والكثير عند الله سواسية كما قلنا وأيضا إذا رأينا شخص متمول متمكن يريد يسوي مشروع خيري لم ثبت عزيمته لن نقول هاي نخلي له إشكالات توهمات حتى لا يسوي هذه أمور نحن لازم نتعلمها أيضا ليس أن نقرأ تاريخ هاي انتهينا منه بعدين الله يجعل فتقانون عجيب وصارم لهؤلاء المنافقين يا رسول الله بعد استغفار ما كو حقيقة هذه الآية لمن واحد يقراها يشوف بعد أمل للهداية ما موجود هذه الآية كما يقول المفسرون والعلماء أيضا وحقيقة عقليا صحيح عند اليأس بعد أكو منافق ممكن يهتدي أكو فاسق يمكن يهتدي أكو إنسان يسوي أعمال مزينة لازم تنصحها حتى يهتدي أمو أكو الناس بعد خالصين قالوا بعد بعد ما كو هداية ما كو أمل هذا لا يستغفر له عجيب شوفوا الآية استغفر هو الأمر ومعنى تستغفر يعني سواء استغفرت أو لم تستغفرت أو لم تستغفر كما في آيات أخرى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم بعد أمل ما كو هؤلاء المنافقون يا رسول الله سواء استغفرت لهم بس شنو هاي الآية كانت شنو القصة القصة أنه مو القصة يعني هامشوا هذه الآية من المستحبات إخواني اللي يحلم الحمد لله نعمل به نعمل بهذا المستحب ولازم نؤكد عليه عند دفن الميت شي يسوون يجيون يصليون صلاة الميت وهذا واجب هذا الشي بعدين يجعلونه في القبر بعدين مستحب أن لا تترك القبر أكو ناس يخلون الميت ويشردون أكو في بعض البلاد أنا شفت أنه يسا أكو عادات حقيقة مو زينة ولازم تتغير بس مع الأسف ما تتغير صاحب الميت عائلة الميت المفروض ما يطبخون هذا السنة النبوية هاي الشكل أنه إلى ثلاثة أيام جيرانهم أقربائهم يجيبوا لهم أكل هذا مستحب بعض البلاد نجيب أسمها طبعا بعض البلاد صاحب الميت أقرباء الميت لازم يعزمون المشيعين هاي موجودة هذا خطيئة عند عزاء عند ابن ميت الزوجة الزوجها ميت وهكذا ولد أبو ميت بعد ما يخلصون الدفن يلا للمطعم هاي موجودة في بعض البلاد ما أدري إن شاء الله هنا أنا ماكو يودون إلى مطعم أصرف ملايين حتى هذول المشيعين 300 400 واحد ورأيت في مقبرة من مقابر المسلمين في بلاد إسلامية مطعم في المقبرة لكن يوم راحت لدفن والدتي الله يرحم أمواتكم يرحم والدتي قبل كم شهر شفت مطعم في داخل المقبرة مقبرة كبيرة مطعم قلت هذا المطعم إله وش هذا قالوا هذول اللي يجون يشيعون بدل ما يودهم للبلد لأن شوية بعيد عن المدينة كم كيلومتر رأسا من القبر إلى الأكل ومن يدفع صاحب العزاء مع أنه بالعكس لازم الجيران والأقرباء يودون صاحب العزاء يودون البيتهم إلى ثلاثة أيام أو يدزلهم أكل شوف صاير أمور منقلبة مع الأسف من المستحبات اللي لازم نعملها عندما ندفن الميت نقف على قبر الميت وندعو له ونستغفر له هذا مستحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد كان يموت في المدينة المدينة صغيرة لكن اليوم مو خارج المدينة خارج المدينة هم يدفنون بعد كان يجيبوا إلى البقيع يا رسول الله تعال انت صلي عليه يتبركون بالرسول طبيعي وقصص بها هذه هواية بعد ذلك يقف الرسول على قبر الميت أو الميتة يدعو له أو يدعو لها هذا في عنوان كان أن الرسول وقف ودعى لميتنا هم يفتخرون به وهم هو واقع يعني الرسول يدعو هذا معنى هذه الآية يا رسول الله إذا شفت هذولا موتا أو قبل أن يموتوا قبل أن يموتوا إذا تريد تدعو للمؤمنين ادعوه ولكن للمنافقين ما لك حق تدعو بعد هذا بعد يعني انتهى الأمل أولا لهدايته بهذا الشرط والنبي يدري منه بعد ما يفدويا ثانيا رحمة الله بعد ما تشملها استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة يعني إذا واحد وسبعين مرة صار يصير هاي سبعين مرة سبع مرات عشر مرات مئات المرات هذه للمبالغة إخواني مثل واحد يجي يقول لي مثلا انت تسوي هذا العمل أقول لي إذا ميت مرة تقول لي ما أسوي هو وقعا إذا مية وواحد يقول أسوي لا هذه للمبالغة عدد سبعين مو سبعين يعني يعني ولو مرة هذه للمبالغة تأتي إن تستغفر لهم أكو حديث رأيش شفت في بعض الكتب مع الأسف يرون أنه فلان نقل أنه أن النبي قال استغفر الله وما قال له تهمة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلت هاي الآية قال ما يخالف أنا بدل سبعين أسوي سبع وسبعين مرة النبي خل ما يفهم العربية أن كلمة سبعين للمبالغة بعدين يخالف أمر الله لا استغفر الله هاي روايات باطلة والعلماء نفوها وقالهم مكذوبة سبعين مرة يعني مبالغة إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله مو لا يغفر في اللغة العربية إذا قال لا يغفر يعني آه أكو مجال يمكن يغفر بعدين أما إذا قال لن لن للأبدية يعني أبداً لا يغفر الله لهم لأن بعد أمل ما كل هذا طبعاً إخواني دائماً في العمومات نقول دائماً كلها لها استثناءات لن يغفر الله لهم يعني أبداً لا يغفر لجميعهم لا إلا أن يتوب خلوا الطوبة بابا مفتوحة بعض يعني دائماً خلوا في بالكم أن كل هذه العمومات لها استثناءات الاستثناءات شنو؟ أنه إذا تاب وكثير من المنافقين عدنا في التاريخ يجعوا تابوا على يدي رسول الله فلن يغفر الله لهم خب ليش لن يغفر الله لهم لماذا؟ باب الغفران مفتوحة باب التوغيخ مفتوح هذا لا شك فيه أما هذول ليش بعد ما يصير ذلك هذا السبب بأنهم كفروا بالله ورسوله أكو خط أحمر خط الأحمر في قضية الغفران وقبول التوبة ومغفرة الله سبحانه وتعالى الإيمان فقط إذا واحد آمن بالله وآمن برسول الله محمد صلى الله عليه وآله من هؤلاء المنافقين ما يخالف الله يغفر له هذا الاستثناء ولكن هؤلاء المنافقون سببوا عدم غفران الله لهم وسببوا أن الله أمر رسوله والمؤمنين أن لا يستغفروا لهؤلاء شنو السبب ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واحد لمن يكفر يقول لا أعتقد بالله فشلون أنت تستغفر له لا أعتقد برسول الله شلون تستغفر له أصلا مو معقولة يعني ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ما دام الشكل والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك من الفساق الفساق ليس معناة مؤمن وارتكب معصي ذلك يسمونه فاسق الفاسق هنا يعني تجاوز الحد ولا يؤمن بالله ولا بالقيامة ولا برسول الله ولا بالإسلام هذا الله ما يهدي ما يهدي يعني إجبار كما قلنا لا يعني لا يوفق للهداية لأنه هو لا يريد الهداية بفعله بنفاقه خب هذا قسم القسم الأول ذول اللي كانوا يستهزئون بالمتطوعين أو المتطوعين والقسم الثاني هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ورسوله إجا حكم استهنان بعض العلماء شفت في تفاسيرهم يقولون قبل هذه الآية النبي كان يستغفر عندما نزلت هذه الآية بعد ما استغفر هذا ممكن وإلا ليش تجي هذه الآية أو هو تعليم لنا ولن نبخ يعرف الحكام الشرعية قبل أن تنزل من السماء إحنا أيضا يجب أن نجعل حد بيننا وبين المخالفين لنا المخالفين قصدي الكفار والمنافقين طبعا إذا نرجو منهم نأمل منهم أن يهتدوا نقيم العلاقات الودية حسب تعبيرنا أما إذا وصلنا إلى نتيجة أنه ما كأمل بعد حتى الاستغفار لهم ما يفيد قسم آخر من هؤلاء هم المخلفون المخلفون من أيضا هؤلاء عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنفير العام ما يجوا للحرب لقزوة تبوك أو غير الغزوات وقرأنا عن أوصافهم وحجينا حول هذه الأمور في الليالي الماضية هذول فريحوا أيضا ليش فريحوا قال الحمد لله الحمد لله وما يقولون يقولون إحنا محظوظين 610 كيلومترات من المدينة إلى تبوك وحر كان في وقت الصيف إحنا قاعدين في بيوتنا مع عوائلنا وأهلنا وزوجاتنا ومرتاحين مع مزارعنا وبساتينا ودكاكينا فرحوا المخلفون يعني الذين تخلفوا عن الجهاد فرح المخلفون بمقعدهم هنا مقعد مؤسم مكان مصدر يسمونه مصدر ميمي يعني بقعودهم قاعدة يعني ما رح للقتال ما رح للحرب ما رح إلى تبوك فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله يعني خلافا لرسول الله هذا تفسير تفسير آخر يعني بعد رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا هو كاره يكره الجهاد بشنو بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ليش إما أموال وإما أنفس لأن الذي يستطيع الجهاد بشنو عند فرس عند سيف عند ترس عند درع عند إمكانية مالية يخلي لعائلته عند أكل يجيبوا هذا متمكن هذا يروح للجهاد الذين لا يستطيعون لا يستطيعون شي سوهم يعني مقعد أعمى أعرج النساء مثلا هذول لا يقدرون يرحون بعد هذول ليس عليهم جهاد بس يقدر بأمواله يساعد نحن الآن في هذا العصر كثير منا لا يستطيع أن يبني هو مسجد أو حسينية أو يعول أيتام بس يقدر يروج لهذا العمل يقدر يبلغ لهذا العمل الدال على الخير كفاعله يقدر يسوي شيء هذا أيضا مكلف وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم كرهوا وكرهوا الناس شوفوا الآية وقالوا لا تنفروا في الحر غزوة تبوك كان في الصيف شنو سووا دعاية سووا في المدينة أكو حر ترى تموتون من الحر ستمية وعشر كيلومترات من المدينة إلى تبوك شنون ترحون وكلها صحاري براري شنون ترحون حر هذا لا تنفروا يعني لا تذهبوا النفور العام يعني الجواب شنو قل يا رسول الله قل لهم قل نار جهنم أشد حرا أنت تريد تهرب من نار ستمية وعشر كيلومترات نار جهنم أكثر حرارة أشد حرا لو كانوا يفقهون لو للامتناع هنا يعني لا يفقهون لا يفهمون الفقه بمعنى الفهمنا مو فق الحوزة يعني لو كانوا يفقهون لو كانوا يفهمون لو كانوا يستوعبون أن الرسالة صحيحة أن رسول الله مبعوث من قبل الله هذه كلها تشتمل على هذه الكلمة خب أجنب كم دقيقة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم السأل نبي راح إلى تبوك ورجع أي كله في قضايا السنة التاسعة راح ورجع رجعك رجع فإن رجعك يعني الله رجعك هذا معناته فإن رجعك الله إلى طائفة منهم رحت إلى تبوك ورجعت المنافقون شنو سووا بقوا في المدينة بعد ما راحوا إلى تبوك علانا ما راحوا عرضوا موقف رسول الله اتخذوا موقف بعدين تندموا ندمهم كان ظاهريا ليش لأنه افتضحوا الجيش رجع منتصر ورجع إلى المدينة وهذول مثل الأطفال مثل المرضى قاعدين في بيوتهم ايجوا وشي يسوون ايجوا وقالوا هالمرة يا رسول الله احنا سونا يعني معصية يريد نستأذن منك مرة ثانية اذا كانت حرب تقوم احنا نجو ياك ايضا لتغطية اعمالهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك فانا ما اريدكم اصلا بعد قطيعة كاملة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج مرة ثانية يعني فقل يعني قل لهم لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو لأن انتو عدو اصلا انتو اعدائي يتريدون تقاتلون معي العداء ما ما اقبلكم اصلا ليش السبب انكم رضيتم بالقعود اول مرة يعني قبل ما نريد نروح إلى قزوة تبوك انتم قعدتم خالفتم بقيتم في المدينة لم تنفروا معنا انكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين الخالفين يعني هؤلاء الذين ليس عليهم حرض يعني النساء والاطفال والمرضى فاقعدوا مع الخالفين بعدين حول الصلاة على المنافقين بعد ان شاء الله غدا نقرأ هذه الايات نتيجة هذه الايات شنو صار خلاصة هذه الايات التي تلونها انه قطيعة كاملة من قبل الله سبحانه وتعالى اوامر صارمة من الله الى رسول الله والى المسلمين انه مقاطعة مع هؤلاء المنافقين لا يجون الى حروبياك وهذا بعد امل ما اكل هدايتهم ولكن يعيشون معنا يعيشون معنا بعد لهم ما لنا وعليهم ما علينا لا نحاربهم لا نقاتلهم لانه ظاهر المسلمين في هذا العصر احنا نستفيد من هذه الايات ديروا بالكم انا هنا لازم اوضح انه احنا مو من حقنا نقول فلان كافر فلان فلان منافق فلان مو شغل يعني انا ما رد اشجع لا سمح الله انه مو بعض الناس بعد اهواء اصائر متدينين اهواء اصائر ملتزمين اهواء اصائر متطرفين مثلا اذا مثلا بعض المستحبات انا ما رد اجيب امثلة لانه عيب بعض المستحبات انا ما اقوم بها ما اسويها يقعدون ورا الانسان يحكون انه هذا مو ملتزم هذا مو متدين هذا هذا مو شغل في هذا العاصر احنا لنصر هالشكل يعني انا يجب ان اطبق صفات المنافقين على نفسي اشوف انا منافق او لا من صفات المنافقين شنو انه لا يعمل بالواجبات ظاهرا يجي يسوي رياء لا يشترك في الخير يثبت عزيمة الناس هذه الامور اللي تكون فيه انا انا ما علي بالاخرين بعد كل واحد ربه كل واحد دينه كل واحد قراره اما احنا متكلفنا الان في هذا العاصر انشنوا ذاك اليوم قضية حروب كانت في المدينة ذاك بعد خط احمر صار لرسول الله لا تستغفر له هذا لا اهنانا ما ندري شنو واحد يسألني يقول فلان اذا ريدنا اكل من اكل يعني عازمنا على مائدة ما ندري انه يدفع خمس او لا انت شالك انا شالك مسلم مؤمن ان شاء الله يدفع انبحوش انروح هذا يدفع وما يدفع احنا مو اعلن ظاهره مسلم مؤمن دورات يجي يصلي سبع اذا الوقات ما يجي للمسجد خل يجي يمكن عند عذر يمكن في مسجد اخر يصلي يمكن في البيت احسن لا احنا مو تكليفنا انه الان نصن في الناس نعم انا يجب ان اطهر نفسي من صفات المنافقين انا لا اصر هش كد من صفات المنافقين اذا وعد اخلف اذا تكلم كذب هذه صفات المنافقين اللي قرأنا بعضها نسأل الله التوفيق اما الموعظة الاخيرة سئل الامام الحسين صلوات الله عليه فقيل له معروفة هذه الرواية ولكن حبيت اشرحها شوية كيف اصبحت يا ابن رسول الله اصبحت مو انه صبح صارها بالليل لم تقدر تقول اصبحت 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 اين شلون حالك شلون وضعك امورك على بعض العبارات اقول ش تسوي ش تسوي مو انه ش تسوي شلونك كيف اصبحت يا ابن رسول الله قال عليه السلام اصبحت ولي رب فوقي الفوقية هنا ليس المكانية فوقية يعني الله يراني بعينه الله يغضبني رقيب علي اصبحت ولي رب فوق هذه من ناحية والنار امامي يعني اذا اسوي معصي اكو نار نار جهنم والموت يطلبني من يقدر يقول ان الموت لا يطلبه الموت يطلبني والموت يطلبني والحساب محدق بي كل شي حساب اكو هذول اللي قاعدين هنا الله يحفظ هم الملكان ده يكتبون كتابا ما يرين الكرام الكاتبين اكو الله والحساب محدق بي وانا مرتهن بعملي رهين انا مسجون بعملي عملي ساجني مرتهن هذا معناته وانا مرتهن بعملي لا اجد ما احب ولا ادفع وما اكره هواي اشياء احبها ما احصل عليها وشواه هواي اشياء اكرهها ما اقدر ادفع عني يعني الانسان حقيقة عاجز اذا ادفع المرض ادفع 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 وانا ادفع موتانا موتانا ادفع 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 ادفع